طبعاً اليمين دول أغلب الناس بتسافر مصايف عشان تغير جو وتهرب من الحر وتحاول أنها تستمتع بأجازة آخر السنة المشكلة أن احنا لقينا أن الناس كتير جداً على السوشيال ميديا بيشتكوا من موضوع مهم جداً بالنسبة لطبعاً أمهات كتير الموضوع ده هو شنطة الصفر أو ناخد إيه معانا وإحنا مسافرين سواء نينا أو لولادنا على اختلاف طبعاً أعمارهم وخصوصاً أن فيه أمهات كتير بتغلط غلطة كبيرة جداً وهي أنها بتاخد حاجات كتيرة جداً معها ملهاش أي لازمة وطبعاً الحاجات دي بتعمل زحمة ولخمة على الفوذي وخصوصاً أغلب سافريات المصايف بتكون من أربع أيام فأغلب الناس يعني بيحسوا أن الموضوع أيام قليلة جداً وحاجات كتيرة جداً وفي نفس الوقت بننسى أن فيه حاجات الأم ممكن تكون مهتمة بيها ومحتاجها وبتنسى أن هي تاخدها ترجمة نانسي قنقر